اشتركوا في القناة كل حاجة حلوة هتسمعوها دلوقتي زي ما انا متحمس جدا للفقرة دي يا رب كمان تكون انتم متحمسين وتكون الفقرة كمان تعجبكم بازن الله محمد عبد الوهاب وفادي اشرف محمد مشرف ومنور نورك يا كريم مبسوط او الا انا معيك دايما بمبسوط بوجودك انا اكتر وايضا فادي اشرف زي ما قلت لكم لأول مرة معايا فراك معاشر الصديق العزيز فادي اشرف مشرف ومنور ربنا خليك كريم ده نورك ربنا خليك ونور محمد اخبارك ايه كله بخير وانا داخل بقول له يا عمي جزي مورينيو ممكن يجيلي البرنامج فادي عشرف نايم فادي عشرف طعبين اه فادي عالي علينا شوية عصلا ارسنل شامم نفسه شوية شايف ريال واقع ومشاستر واقع تلات سنين من اخذ دور الابطال كده ان شاء الله هارضا لك يعني اللي حصل في برشلونة بس تناولي تو بقول له مش فادي تقوله اني اتكلم فيها لازم طيب منتخب مصر معاجهة كبيرة اكيد قدامي سنغيال هو الجمل العريضة المتكررة ولكنها مواجهة كبيرة ومواجهة صعبة بكل تأكيد معاجهة منتخب مصر وسنغيال بنتكلم في منتخب قوة جدا هو المنتخب السنغيالي منتخب محترم جدا هو المنتخب المصري عندنا نقاط كوة كثيرة واكيد هم عندهم نقاط ضعف في وسط النقاط الكوة الكثيرة بص أنا عجبني في كلمك يا كريم أنه ما كانش فيه كلام من نوع سقر والموقعة والموضوع ما خرقش عن إطاره حتى بعد نهائي أفريقيا السنغال فازت بيه بالبطولة كلام كتير جدا هيتقال على منتخب السنغال من وجهة نظري من أول ممكن موعيت على كورة شايفه من أكمل المنتخبات الأفريقية الموجودة في كل المراكز وعلى المستوى العالي إحنا كنا دايما بنشوف بالنسبة للمنتخبات الأفريقية أنهما عندهم في كل مركز عندهم حد نجم في المستوى الأول السنغال الموضوع زيادة شوية لأنه هو وصل كمان لحراسة المرمى اللي إحنا مش متعودين في الفرق الأفريقية والمنتخبات الأفريقية أنهما يبقى عندهم حراس مرمى في المستوى الأول لا مش بس كده ده أحسن حرس مرمى في العالم أكيد عندهم نقط ضعف وهنا نتكلم فيها إن شاء الله ميندي بس أنا نبلع كمانا كابتا محمى عبد الجديل وقالت له ماشي هو ميندي طبعا أحسن حرس في العالم بس إحنا برضو دخلنا في بوفون يعني أحسن حرس في التاريخ آآ آآ حمص يعني حمص عمل علامة يعني آآ يعني ما نلقش آآ يعني هيبقى صعبة طبعا بس إحنا دخلنا في بوفون يعني آآ هو إحنا منتخب مصر من أفضل الحاجات اللي موجودة في منتخب مصر وشخصيته عبر التاريخ إن هو منتخب غير متوقع بالمرة صحيح منتخب عنده شخصية مش موجودة يمكن في منتخبات قليلة جدا بس اللي في العالم آآ هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن نقط القوة بتاعتهم ونقط القوة بتاعتنا وإزاي نقدر نستغلها عشان آآ نقدر نعدي من مباراة القاهرة قبل مباراة آآ دكار إن شاء الله هاي بشكل عام يا فادي طبيعي كلنا كلهم نفهم كورة وكلهم نفرج على كورة وكلهم نشوف كورة كل الجماهير وكل المتابعين فاهمين إن المنتخب السنغالي منتخب كواه جدا مفيش خلاف بس إحنا كمان عندنا عناصر قوة كثيرة في المنتخب المصري تقدر تفيدنا وتقدر بإذن الله توصلنا لكأس العالم أنت المواجهة دي شايفة؟ طيب إحنا خلينا نكونوا قاين نحملها فريق أقو مننا عشان نكون على نور مع بعضين ولكن إحنا عندنا بعض النوقات مجتميزة إحنا عندنا مبدئية مش نكلم مع محمد صلاح أفضل العيب في العالم أنا كلمة عن كارلوس كيروش كارلوس كيروش كمدرب أفضل من أهل يوسيسي ومدرب يقدر يتحكم بالأدوات اللي معي اللي هي أدوات فيه سوبر ستار كبير جدا وفيه أدوات معي الراجل ده عارف مشكلتني إحنا دلوقتي ليه الأهل والزمالك بستبيل له هدف كتير؟ لأنك المنظومة الدفاعية بتاعتهم مش مناسبة لطباعة يعني طباعة المساكين عندنا على سبيل المثال كارلوس كيروش لأ تموضوع ده بدري بدري اتفرج على بقى هكتور كوبر معرفش بس إحنا المساكين عندنا مشكلتهم أن هم بيجروا وراء الكورة ومش وراء المساحة فهم وراء الكورة إنت أعمل بقى الكمباكت زون ديفنز بتاعك قفل الدنيا هتلعب الناس فإنت دلوقتي تلافيت أقوى نقطة ضعفة عندك أنا كنت لسه كان معي كابتن أمير عزمي كنت بقول له وكان معي أحمد ياسين برضو على الهاتف بقول له أن كارلوس كيروش بيعرف يحافظ أو يأمن أو يحمي السنتر باكس بتوعه مش اللي هو سايبك لوحدك وتعامل المواقب والفول باكس كميل والفول باكس طبا بيحميه يعني هو بيحمي المنظومة الدفعية بشكل عشان كان مثلا واحد زي محمد عمان مدافع أهيل ظهر مع منتخب شيخ الأفضل من الأهل صح وهكذا أحمد فتوح وحتى حراس المرمى كميل أكيد ده حاجة تاني نقطة عندك أنت عندك مغادر نظر 11 في الملعب فيه فرقات تقدر تعملها من على الدكة عندك لعب زي أحمد سايزيسو وقعات بره ده يعمل لك فرق كبير جدا في الملعب عندك لعيبة كتيرة عندك دلوقتي وجود لعب زي محمد مكدي أفشا كمان على الدكة بره وعندك تريزيجي لو ما بداش أشعر يعني تريزيجي أو مرموش اللي موجود فيهم في الملعب التاني ينزل يعمل فرق صح وتحديدا تريزيجي يعني ومش هو اللي هيدي فبالتالي انت عندك كمان أدوات وأنا كل يفقه في كارلوس كيروش أنه يقدر يتعامل مع الأدوات دي بشكل يقدر يحد من قط قوة المنتخب السنغلي اللي هي مش ساديو ماني بس ومش إسماعيل صار بس إسماعيل صار يعني ممكن يغيب لكن في نص الملعب التلاتة بتاع نص الملعب هم دول اللي هيعمل لك مشكلة كبيرة جدا ولازم أنه يعني مغاد النظر بقى السلاثي أو السنائي اللي هيلعب في مطش القاهرة لا ده أهم دور في المباراة كلها بالنسبة للتلاتة بتاع نص الملعب بتاع السنغال طيب نقاط القوة بقى للمنتخب السنغالي هو نقاط قوة 11 لعب بس أكيد فيه نقاط قوة فنية ونقاط قوة فردية أكيد فنية على مستوى الجباية وفردية على مستوى مهارات اللعبين طيب بالنسبة للمنتخب السنغال هو الجبهة الشمال بتاعتهم فرق كتير جدا على الجبهة اليمين بنتكلم على ساديو ماني طبعا هو قوة هجومية مش طبيعية على الجنب الشمال عندهم عندهم كمان فرديات عالية جدا في السلاسي الهجومي بتاعهم حتى كمان من على الدكة هيفرق قوي معاهم لو زي ما فادي قال لو صار غاب صار البديل بتاعه اللي ممكن يبقى موجود هو ديانج لعيب كويس جدا بس ناس الوقت برضو مش بمستوى صار عندهم كيتة بالدي برضو كان شارك في أول كاس الأمم فعندهم مهارات فردية موجودة في السلاسي الهجومي بتاعهم مهارات فردية عالية غير ان الجبهة الشمال هو التركيز عليها عندهم ميزة كبيرة قوي في الكوار السابتة والضربات الرقصية عندنا كوليبالي عندنا شيخ كوياتي فالكوار السابتة بتاعتهم بتمثل خطورة كبيرة قوي غير كده ان السلاسي بتاع الارتكاز عندهم انا شايف ان هما عندهم ميزة وعندهم عيب الميزة طبعا الأساسية ان كلهم الورك ريت بتاعهم عالي جدا التغطية المراكز اللي في الملعب اللي في خط النص عالية جدا بس الناس الوقت برضو السلاسي انا شايف انه ما عندهمش حد في ميزة زيادة شوي يعني العمق عندهم ما عندهمش تزديد مثلا بالنسبة للسلاسي لخط النص ما عندهمش مهارات فردية قوي يعني بس الناس الوقت ما عندهمش مهارات تزديد ما عندهمش مهارات فردية ما عندهمش زيادة هجومية كبيرة هما بيقدروا ان هما يسيطروا على نص الملع فدولة الثلاث مزايا اللي انا شايفهم من مهارات الفردية على الكورس بتاع على الورك ريت العالي جدا بتاع خط النص بتاعهم بس الناس الوقت زي ما فادي قال في عندهم نقط ضعف ما عندهمش دكة بودلاء على مستوى الحداشر هجيلك على نقطة الضعف ولكن برضو نقطة القوة في المنتخب السنة من وجهة نظرك فادي ايه الحاجات اللي اللي المفروض نتعامل معاها في قوة المنتخب السنة طيب احنا للغادي ايه اهدفنا من المطش الاولاني جنين اه خلينا يعني ايه نكون واضحين انا عايزين جنين هنا عشان نروح هناك نبقى على العصاب مش مشهد انا اهدفي اقلي من كده اهدفي طيب جول لاك سابق واحد سفر بس سفر اهم حاجة صفر طبعا اهم حاجة صفر اهم حاجة صفر الدنيا صفر دي واحد صفر وانا ان شاء الله بإذن ان انا عفت نزبط الدنيا هناك انا بشوف من اقوى نقطة قوة منتخب السنة باكس بقى معظم منتخبات الافريقية مفيش منتخب افريقيا عنده اتنين سنتر باكس زي عبدو ديالو وكاليدو كسباتي واحد بلعف نابل يواحد بلعف مفيش كده انت عجالي حظ عندك نصف ملعب يعني اتفق طبعا مع محمد انهم ما عندهمش المهارات الزيادة ولكن ده ثلاثي يفسد لك اي حاجة انت عايس عاملها في الملعب فانت بتلازم يبقى عندك خطة بديلة هل ممكن يبقى اعتماد عن عمر الثلائف في حتة دي بشوية بحيث انه ما يخشش في مواجهة مباشرة مع التلاتة دول ممكن تبقى افكار كتيرة طبعا التلاتة اللي قدام لو غابس معلها صار طبعا ضف مصلحتنا ولكن برضو يظل بان باديانج لعيب كويس ساد يوماني طبعا يظل لكن برضو المراتيس عندهم مش اقوى حاجة حتى لو فامارة زيادية ولا هيلعب مش مش الافضل يعني ولكن يظل برضو منتخب يقدر يهددنا لكن عندهم نقطة ضعف او عندهم نقطة ضعف يعني تخالي بعندك لاي في بارمينخ وطلع نقطة ضعف بونصار ده هنا ترزيجي 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 يقدر يستغلها يقدر يستغلها ويقدر يعدي فيها يعمل فيها شغل كويس طيب قبل ما اخش لك على مصر وتشكيل منتخب مصر عشان برضو عندي افكار فيها اتناش معكم فيها انت وتريني فيه برضو نقطة ضعف المنتخب السريع ممكن نستغلها بشكل كويس انا شايف ان خطة فحهم وكورة مش معاهم مش بيقابل بيسيب الكورة والاستحواز الوقت اطول شوية من اي منتخب تاني ما عندهمش القدرة على استخلاص الكورة في المناطق الدفاعية بتاعتهم وهم مضغوطين طبعا الاوقات اللي ممكن يكونوا بيتضغطوا فيها مش كبيرة كمان على المستوى قارة افريقيا بس احنا شفنا ان احنا لما كنا بنمسك كورة عند المناطق بتاعتهم ان احنا ما كناش بنواجه ضغط قوي دفعهم ان خطة فاحم مش مش بالخط الدفاع اللي بيسترجع الكورة بسرعة جدا وما بيخليش الاستحواز اللي فرق لقدامه فاحنا لو قدرنا ان احنا ننقل اللعب شوية اصلا كمان احنا ننعب على ملعبنا مع ضغط الجمهور فهيبقى فيه حمى البداية شوية فنقدر نستغل الموضوع ده في خطة فاحم كمان زي ما كنت قلت لك يا كريم هو فكرة السلاسي بتاع خط النص بتاعهم ان السلاسي ما فيش تهديد منه ما فيش قلق ان حد يسدد من برا ان حد يعدي ويبقى قوة من خط النص تساند خط الهجوم من طبعا العيوب زي ما فادي قال هي فكرة رقم تسعة عندهم مش مميز بالمرة هو اعتمادهم الاساسي على الاجنحة وعلى الجنب الشمال بنسبة 70% ل30% للجنب اليمين نقطة ضعف واضحة جدا هو بوناثار اللي موجود في بايرن اسما بس ان هو بيلعب في بايرن منخ بس هو مش لعيب اساسي خالص ما بيشاركش تقريبا كتير خالص يعني يعني بنكلم مثلا في السيزن ممكن يكون بيشارك خمس ست مباريات في السيزن ولا واحدة منهم بيكون اساسي فمعندوش حساسية المباريات قوي منتخب قوي جدا ظاهريا بس الناس الوقت برضو هو معندوش شخصية منتخب مصر مش المنتخب اللي معروف عنه ان هو بيعرف يكسب المنشاط يعني عبر تاريخه يعني حتى في 2019 قدام الجزائر ما كانش عارف ان هو ياخد المبادرة وهو اقوى من الجزائر ساعتها فعندوهم نقط ضعف طبعا اليو السيسي مش المدير الفني اللي ممكن يقلب مباريات ما شفناش السنغال بترجع في النتيجة في اي مباراة من مبارياتها المهمة حتى في مباراة الفاينل قدام الجزائر لما الجزائر احرزت الهدف بتاع واحنا كمان في الفاينل بتعكس المهمة الأخيرة لو بتتكلم عن المشتوى البدني والإرهاق اللي كان عند منتخم مصر وبتتكلم عن الغيابات العديدة لمنتخم مصر كان طبيعي جدا السنغال تخلص المباراة في الوقت الأصلي وبشهولة كمان بالزبط مليون في المية ورغم كده انت عملتها مع السنغال مباراة نندي بنجد وده لأكد لك كمان يا كريم يقدر يقل بالمباراة الدليل اللي كان بسرعة في الوقت على كلامك يا محمد إن الفترة اللي كان فيه عندهم غيابات كثيرة في الدور الأول لأهم متأهلوه بعجوبة لأنهم لما اعتمدوا على الدكة هم حتى مش عارفين جيبوا بقال يعني هم جابوا يقول في زنبابوي بالصدفة مزبوط شكل عادل ومعامين تاني فهو لأ دكة عندهم مش أقوى حاجة وتقدر لو طبقت ضغط كواس الـ 11 في الملعب لا مش همفيه حلون برة تخلص لك قصة يعني للسنغال للسنغال طيب أنا هسألك بقى في موضوع الضغط ده أنا بقى دايما على منتخب مصر وده ودي ده أو ده عيب كان واضح لمنتخب مصر لو كان فيه عيوب لمنتخب مصر في كاسرون الأفريقية وفي كرة الخروج بالكرة بالشكل السليم للتحول الهجومي والسنغال بتاعف تضغط كويس عندهم سلسي وسط قوي جدا كمان بيعرف يضغطوا بيهم مع الجنحات كمان سالي يومين من اللعيبة اللي بتاعف تعمل ضغط ده سواء مع نيفا أو بالضبط كده بتهين نفسها دي جملة مهمة جدا كيفية الخروج بقى بالكرة أن أخرج بالكرة مع كل العيوب أو يعني بعض العيوب اللي أنت قلتها على المتخب السيدي أنت وهوبا أخرج إزاي بالكرة عشان نروح للناحية العشان احنا في المباراة دي زي ما أنت وقت محتاجين هدف واتنين هو عشان كده ممتش ده بتاع واحد من عمر الصلاة أو محمد النين ده اللي يخرج لك الكرة ده اللي يعرف عشان كده أنا تخيلي أن دايما واحد من عمر الصلاة أو محمد النين يبقى متأخر عن أن يخش في مواجهة مباشرة مع التلاتة الفتاح اللي بقى بتوع نص الملب لأن هم ممكن يكون مش هيدوك هجوميا لكن هم دفعين هيبوظو لك أي حاجة أنت عايز تعملها لأن هم لعيب عندهم كريت عالي جدا لعيب عطارة تستخلص منك الكرة فبالتالي أخر نفسك شوية ممكن تلعب عطويلة سواء بقى الصلاح سواء الترزيجاء أو مرموش سواء أنك تبني على مصطفى محمد لكنك تبني على الأرض في ظل وجود الفتاح اللي دي سواء التلاتة الاتنين الوينجرز والمهاجم وراهم التلاتة بتوع نص ملعب لأ أنت بشرف تبني على الأرض الطولي برضو الطولي معاك كوليبيالي يعني بشير صعب أول ممكن يحصل غلطة وخل بالك ده ممتش فيه ضغط كبير جدا ولعبتنا خلينا برضو لازم نبص على عيوبنا الأول لعبتنا مش كل اللاعب اللاعبت 65 ألف متفارج قبل كبير صح مش كل الناس عدت بالموقف ده أنا ممكن أعدلك 3 أو 4 لعيبة للعبه مباراة زي مباراة الكونغو في التأهل في 2018 لعبه تحت الضغط الجمهيري ده وكونغو مش السنغال صح فبالتالي هي حاجة يعني لازم برضو نبقى رؤوفين باللعيبة في النقطة دي تبني كرة على الأرض لأ مش لعبتك ومش المساكل في اللاعب يأمل لك لأنني أنت غيب عليك عحمد حجازي اللي هو أحسن مساكل عندك بالكرة صح فبالتالي عندك مشكلة كبيرة تعتمد طبعا على فتوح تعتمد على الباكريت اللي هلعب بقى سواء كان عمر كمال أو عمر جابر وأنا يعني غالبا يابع عمر كمال يعني أنهم يطلعوا لك بالكرة ولكن الحل أنك تعتمد فعلا على عمر صلاحي أو محمد النيني في أدوار متأخرة شوية ممناسبة عمر كمال أو عمر جابر تفضل عمر كمال أو عمر جابر عمر كمال ترايدان تاستد زي ما بيقولوا يعني اتشاف في المواجهة المباشرة مع ساديو ماني وكان هايل يعني لا عمر حايل ساديو ماني كان إمام عشور كان في كاس الأمم بس في كاس الأمم طول كاس الأمم فعمر جابر هو كونه بيجيت في كذا مركز وانت لو بتجي تحط قيمة منتخب لازم تفكر في لعيب تقول لو عندي حد تنصي مالعب مين لو عندي حد وقعان في البكريت مين لو عندي حد في البكريت مين فعمر ممكن يكون في فنوض لكن عمر جابر في الحقيقة هو حتى مع بيرامدز مش في المستوى بتاع أنه يبقى أساسي في مبرزية دي الحقيقة يعني مع كامل الاحترام لي لكن لا هو يعني برضو من الضار للنار قوي يعني فعمر كامل عبدالواحد أوقع يعني في الحتة تاعة البكريت طيب الجزء تاع السلاسة الوسط اللي هو كيفية الخروج بالكورة لو تفتكر في امبراط المنتخب الناجيدي عمل حركة قالوس كيروش لما لعب بتريزيجيه في نص الملعب وتريزيجيه وقتها كان لسه لاجي عمل إصابة كان لعب وقت قليل جدا مع أسون فيلا وقتها وما كانش لسه يعني لسه لاجي له في الملعب ودخل في المركز وقام تماني محتاج مجهود بدني كبير جدا ممكن يفكر الفكرة دي دلوقتي وتريزيجيه جاهز بقى تريزيجيه بقى جاهز ويلعب بتريزيجيه واحد من الثلاثة في نص الملعب أنا شايف إن لو هيغير في التركيبة بتاعة سلاسي خط النص أنا شايف إن يبقى زيزو زيزو لكذا سبب أول سبب طبعا إن زيزو عنده حتة التسديد وزي ما قلنا إن خطة فحهم لما هم مش مستحوزين على الكورة وفي حالة ضغط مش بيقابلوا من بر منطقته زيزو زي جون الودات بالضبط أنا حسس إن زيزو لو ممكن يبتدي المباراة ممكن يجرب واحدة زي بتاعة الودات دي حيفرق معنا قوي في السؤال اللي انت سألته يا كريم بتاع الخروج بالكورة زيزو عنده حلول إن هو ياخد فاول ينقلك شوية إن هو يفتح على المساحة مع أن صلاح يخش جوه إن هو يبقى بيلعب على الخط عنده الكورة العرضية بتاعته الكورة السابتة كمان أنا شايف إن زيزو واحد من أفضل منفذي الكورة السابتة طبعا غير ضربات الجزاء اللي جم مصر في آخر 20 سنة تكلم بكورة السابتة ضربات ركنية فاولاش ضربات ركنية فاولاش وشوفنا إن كان في مباراة استنغال في الفاينل إن هو عمل اتنين كان ممكن يتم استرلالهم واحدة كانت للوينش هو واحدة للمروان حمدي فأنا شايف إن لو تركيب تخط النص إن ممكن يحصل فيها تغيير شوية تغيير إيجابي وفيه مبادرة شوية هو زيزو أنا شايف إن تريزيجي من على دكة البودلاء هيبقى ورقة مهمة جدا لأن تريزيجي بينزل فرش تريزيجي ممكن يلعب كمان على بونصار اللي احنا قلنا إن هو عنده مشكلة دفاعية تريزيجي لما المجهود البدني بتعالفرق اللي قدامك بيقل شوية تريزيجي بيبان يبقى بس عند تريزيجي حتة الفينيشنج إن هو لو قدر إن هو يعالجها فتريزيجي أكيد هيبقى ورقة ربحة خصويا كمان إن مرموش مش العيب اللي أنا متأكد إن هو هديني تسعين دقيقة بنفس الرتم وبنفس المجهود فأنا شايف لو هنغير في التركيبة دي وأنا بفضل الموضوع ده مش بفضل تماما الموضوع إن إحنا نلعب 4-2-3-1 مع السلاسة بتاع السنغال القوي جدا مش عايزة أفضلهم نص الملعب زيزو هيديني حلول كتير قوي وأهمها إن هو حل اللي طلوع بالكورة بدون النقل العرضي اللي ممكن ما يكونش مفيد شوية طيب على كلام زيزو فكرة زيزو وإزاي يطلع الكورة بشكل كويس إزاي يسدد بشكل كويس زي يعمل عرضيات بشكل كويس وده برضو بيعمله أفش فأفشة ممكن يبقى خيار هلا هيبقى عندك المساحات الأفشة محتاجها أفشة بيلعب في الحتة اللي ما بين الوسط الملعب وخطة فعل منافس صح هلا هيبقى عندك المساحة دي لا المساحة دي مش هتبقى موجود أفضل وجود الثلاثة لفكرة زيزو فعلا لأنه كمان غير كل المزايا اللي قالها محمد إنه هو لو رمى ناحية اليمين برضو هو دعم سواء للوينج رايت أو الباك رايت قدام جابة السنغال الشمال القوية جدا يعني فبالتالي غير طبعا الحلول الكتير جدا اللي عند أحمد سيد زيزو فبالتالي لا صعب أقول إنكتلعب بربعة تنين تلعب لحد المطش ده ومش هيغير برضو كل اللي هو بيبنيه بقاله من كاس العرب لكاس الأمم بربعة تلاتة تلاتة ومش معودنا على كده مش معودنا على المفاجآت مش معودنا إنه هو يلعب بعشرة صريح يعني يعني هو يغير حاجات كتير لكن العشرة صريح دي ما حصلتش منه قبل كده أنا ممكن يلاقي ممكن يلاقي أفشة تمانية حد برضو بحتاج أفشة محتاج مساحة أكبر من كده وكمان المطش خلي بالك برضو أنت جاي برضو أفشة غايب عن المنتخب في كاس الأمم الراجل برضو ما لقابش في الستراتيجي بتاعة كارلوس كيروش والمنظومة تاعة كارلوس كيروش اللي عملها في كاس العرب وكاس الأمم فبالتالي صعب قوي إنه هو يجيبه من الدار للنار ويديله مطش دالك ممكن يبقى حلف على فكرة في مباراة هناك ممكن يعني على الحاسب طبع نتيجة ممكن يبقى حلف في مباراة هناك عشان كده كنت أتمنى كمان أن يكون معنا لعيب عنده حلول فردية سواء بقى إبراهيم عادل سواء أحمد عبدالقادر لعيب عندهم حلول فردية ممكن يحتاجون في مطش هناك ولكن يعني كل الدعم اللي عابل موجودة في ظل الوضع ده لا لو هيغير بره بقى سلساية ناني وحمد فتحي وسلية لا ممكن يبقى يبقى زيسه طيب قبل ما نروح لفاصل في جزئية السلاسي يعني دايما السلاسيات وصل الملعب دي هي محور شغل كالوس كيروش يعني السلاسي اللي في نص الملعب السلاسي أنا لاحظت في أكتر من المباراة لمنتخم مصر في كلاس الأمم الأفريقية هو فيه روتشن دايما بينهم هم التلاتة في مركز رقم ست يعني ما فيش ولا واحد فيهم بيبقى ستة سابت ولا واحد فيهم بيبقى ثمانية سابت وده حسيته اللي خلى دايما حصوصه عبدالله السعيد في بعض الأوقات ما يكملش عشان عبدالله مستحيل يلعب ستة ممكن يعمل تمانية بس مش يعمل ستة نفس الكسة أفشل نفس الكسة زيزو في كثير من الأحيان فبحس دايما أن السلاسي المثالي بين ديزبر كالوس كيروش لازم يلعب ستة وتمانية عشان التالي دول ينفاول عبو ستة وتمانية معاك مليون في المية أنا بس ما بفضلش حاجة شوية هو وجود النينية في مركز ستة أول لاعب بعد خط الدفاع اللي بيعتمد عليه في نقل الكورة والطلوع بالكورة تحت ضغط أنا ما بشوفش أنني ممكن يعمل الموضوع ده بشكل الأمثل أنني مسته أكتر أنه يلعب تمانية أو يلعب بوكس تو بوكس يبقى هو ما لهوش الضغط بتاع بونه الهجمة وموجوده في المنتصف يعني وأنا شايف أن في المباراة دي لازم تتثبت لازم تتثبت بوجود حمدي فتحي حمدي فتحي عمل سيزن لقد دلوقتي كويس قوي مع الأهلي وبيعمل الخطة الهايبرد أو الخطة ما بين الأربعة الدفاع وما بين التلاتة أنهو بيرجع يرد مع الدفاع كويس وببثابت قدامهم وكمان في موضوع تطلعه بالهجمة أقدر أصد في حمدي فتحي أنهو يطلع لي بالهجمة وما يعملش ميس باس عشان كده أنا شايف أن زيزو يعني لو هيلعب هيلعب تمانية بس همش هيكون بيبدل ما بين حمدي فتحي والسولية في مركز 6 أن زيزو عنده مجهود البدني اللي ممكن يكون عند النني أن زيزو ما بيفقدش الكورة بالشكل الكبير أن زيزو يقدر بالسرعات يقدر كمان أنا في فكرة زيزو كنت حابب أقول لك يا كريم برضو أنهو هيريح محمد صلاح جد طبعا يعني زي ما كنا شفنا واحد من أفضل أزارة في العالم هندرسن كمان السنة دي ساعد صلاح جدا أنهو يبقى مالي الحتة ما بين الخط وما بين صلاح لما يعايز يخش جوه منطقة الجزاء فأنا شايف أن الروتيشن اللي بيحصل بتاع الستة وتمانية ده أنا شايف أنهو لازم يتثبت لازم يبقى حمدي فتحي اللي قدام الدفاع واحد من النني أو زيزو وطبعا لو النني هو اللي شارك إحنا كلنا برضو بنساند طبعا يعني كلنا وراء إنني في تشكيلها المسالية الكاسي النوم الأفريقية اللي عبوش إنني لعيب غير متوقع بالمر طبعا إنني ممكن يعمل حاجة يفاجئ كل الناس دي الفاينال بتاع 2017 كده ويكمل ويجيب جون من زاوية مقفولة جدا فإنني ممكن يفاجئ بس إحنا بس اللي بنتكلم فيه كده اللي إحنا شفناه من واقع تجارب مع الأندية المنتخب بشكل تاني يا أهلا بحقكم مرة أخرى طيب فادي عايز ألك على حاجة مهمة جدا ودايما هي برضو محوى الحديث حنا خلصنا سلاثي الوسط مصطفى محمد وأدوار مصطفى محمد في الملع مع كالوس كيروش عشان أحيانا الناس كتيرو تتحدث عن مصطفى محمد ما تسجل أهداف فين أهدافك ولهو أدوار أدوار كثيرة فممكن تقول مصطفى بص يعني مش هنقدر تقول بقى مظلوم والكلام ده لكن هو في خطة والراجل ترسي فيها والراجل ترسي مهم جدا فيه على فكرة يعني مصطفى هو خط تدفعك الأول مصطفى هو ضغط الأول على الراجل اللي بتاع نص الملعب بتعفيره التانية فينه ما يطلعش بالباس بطريقة سهلة فبالتالي مصطفى مش على طول متواجد في مطقت جزاء زي مثلا الناس برضي عندها صورة ذهنية عن مصطفى مصطفى تعز مالك مصطفى تعز مالك اللي موجود فيه كرسات شغالة طوله المطش فيطلع يركب بدماغه لا انت ما عندكش ده دلوقتي ومش هتطلع بالشكل ده ومش هابع عندك انت لو عندك في زمالك بيتلعب له 8-9 كرسات في المطش انت هجيله 3-4 كرسات في المطش مش موك اللي موك بيقاش في المنطقة اساسا فبالتالي مصطفى عنده ادوار مهمة جدا دفاعيا بالتحديد وكمان في الكورة العالية انه يلعب دور التارجت لزميله فبالتالي ممكن هنا بيجي ان احنا نشوف مصطفى طب فين فين الجوال فين كل ده طب هو يا جماعة هو ده دوره في الملعب ولو حد هيجيبه جوال في المطش ان شاء الله فمش هيبقى مصطفى لانه مصطفى عنده ادوار يعني في الشكل اللي بقى الكبير هي اهم تسجيل الجوال بالنسبة الله عليك اهم بكثير جدا صح ياهو انا بحس ان مصطفى محمد احيانا الناس ترزدون وبعدين يتقلك قصو مصطفى محمد ومران حمز طب ليه مش محمد شريف ما هو اصلا واضح جدا ان المهاجم منقبل التاسعة ده طريقة لعب مش هو ده الهدف اللي يسجي الهدف يعني مش بنروح له كلنا هو مش لباندوفيسكي الفرقة كلها هتروح عشان هو اللي يجيب جول مصبوط الفرقة كلها بتروح زي الليفربول كلها تروح عشان محمد صلاح او تشتغل التروس كلها تشتغل عشان محمد صلاح هو اللي يجيب الجول مش في المينيو او حتى معاك مليون في المياه هقولك احصائية ممكن الناس كتير قوي تستغربها من مباراة الفاينل بتاعة مصر والسنغال ان سنائي خط الدفاع بتاع السنغال كلبالي وديالو الاثنين كل واحد فيهم خسر الكورة اكتر من 13 مرة كلبالي خسر الكورة 17 مرة وديالو خسر كورة 14 مرة هل ده بسبب مصطفى محمد بشكل مباشر لا طبعا بس انه كون انه مصطفى محمد بيغطي وكورة مش مع منتخب مصر مساحات في الضغط على سنائي الدفاع وبداية الهجمة بالنسبة للفريق المنافس فده يعتبر نجاح لمصطفى محمد في القيام بالدور الاساسي اللي كولوس كيروش كان عايز يحمي به منظومة منتخب مصر الدفاعية سواء بالنسبة لخط النص او الدفاع احنا مش عايزين ننسى يا جماعة حاجة ان احنا كمنتخب احنا عندنا الباك الشمال بتاعنا طابعه هجومي جدا الباك اليمين بتاعه بجناح وتقلق في مركز الجناح حتى لما غاب لعب مكانه لعب خط نص مدافع هل ده كله بسبب مصطفى محمد بس لا بس مصطفى محمد ليه دور كبير جدا والكورة مش معها منتخب مصر وعشان الظروف اللي منتخب مصر كان فيها قدامه نفسين اخوية جدا في كاس الامر فده رقم واحد الحاجة التانية اللي ممكن نلوم شوية على كولوس كيروش في استخدامه اللي مصطفى محمد اللي هجومي ان واوقات اللي فيها مصطفى محمد في الملعب بوجود زيزو ولاي لا جد فعشان كده انا كنت بتمنى ان زيزو ومصطفى محمد يبقوا موجودين هما الاتنين في الملعب لأطول فترات ممكنة عشان الكورة استبتة وعشان العرضيات اللي ممكن تكون موجودة من زيزو فده الحاجة اللي نتمنى شوية ان مصطفى محمد يتساعد فيها لان احنا شفنا بدلت مصطفى محمد بعد ما بيخرج مباشرة من الملعب بيجي لهم فرص مصطفى محمد كان ممكن يجيبها في الظروف الطبيعية جد شوفنا مروان حمدي ومروان حمدي برضو بيقوم بدور كبير ومروان حمدي على قد الدور اللي بياخده مع المنتخب كأول مشاركاته عامل دور كبير بس شوفنا مروان حمدي في مباراة استنغال كان يقدر يخلص واحدة مصطفى محمد خلص أبله طبقا انا في دي بقى عندي حتة مش فلسفية بس حتة اختراع كده مش هتحصل بس انا اقول لك خيالي فكرت فيه ايه النمروان حمدي هو اللي يبتدي مصطفى محمد ينسي والله طب قويس انك فكرت فيه عشان قلت خفت فادي يشتم ولا فادي يقول لي لا هو مصطفى فكرت فيه فانا فكرت فيه فادي لا لا خالص بس انت فاهم انا اقصد ان المهاجم مع كالوس كيروش هو راجل بترس عمال لي يستهلك طول المباراة فاديني مصطفى محمد في الاخر وهو لسه فاقي انا شايف ان مصطفى بيقوب بالدور اللي مطلوبة اللي ممكن روش احسن من مروان عشان كده ده بالزبط هو دور الاساسي دور الاساسي هو بيقدمه احسن من مروان ولو جات فرصة بقابل احترام لمروان لكن انا اصق في مصطفى ان يخلصها اكتر من مروان في حاجة كمان مروان حمد يه اللعب قدام خمس وستين أفرام تفرج قبل كده مشكلة كبيرة جدا بص يا جماعة برضو في حاجة خلونا نتكلم بصراحة في لعيبة مهما كانت كويسة لعبة زي كريم ندفد على سبيل المسائل هو بياخد سمعة اللعب يلعب كويس جدا بس الناس ثقافتها والناس الفرجة والناس السوشيال ميديا والناس كل حاجة هي وغدة موقف من اللعيب احنا برضو يا جماعة الجمهور لازم يبقى في ظهر اللعيبة ممكن اللعيب ما يبقاش ما يبقاش مفضل بالنسبة للجمهور على فكرة بصو مفضل بالنسبة للمدارين اللعين مش كويس لعين مش كويس تسعين دي أوعد يوم عشر سنتري خليهم بقى تسعين دي خليه كويس انت ساعدوا انه يبقى كويس ده اي لعب اي لعب في المنتفل لو انت شايفه مش كويس لكن انا شايف مصطفى عنده خبرات اكتر تركيا بيلعب قدام جمهور مروان برضو المحك اللي لعب فيه مفيش العدد الجماهير ده مفيش المطش بالمجنيتود بالحجم ده فبالتالي لا انا اختلف معكم مدرس لفكرت مكانش فكرة يعني تطبق يعني سيئة فكرة بس مجنونة يعني ان هي جات فد عشان هكتنا عدين بقى اللي فاتوا دول واليومين اللي جايين كلنا منحاول نجول نفسيك بس كلنا شفنا شريف مران حمدي جالهم فرص بعد ما مصطفى محمد طلع من الملعب على طول جالهم فرص رزقهم ورزقنا رزقهم هو ما انت شرفت ونورت خلتم محسن جدا بواجدك النهاردة معيكم ان شاء الله بقى نتقابل واحنا في كاس العالم بإذن الله فدي بشكرك شكرا جزيلا انت شرفت أحيي ونورت شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب يكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على الفيديو